السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يوم حضرتنا عن الدوار التيار متناوب alternating current network ما هو alternating current يقول ما هو التيار متناوب alternating current electricity is the type of electricity commonly used in home houses and businesses through the world وهو النوع اللي نستخدم بالمنازل وبالأعمال بحوض العالم اللي نستخدم current اللي هو alternating الولد عن طريق AC electric generator which determines the frequency طبعاً فرق AC عن DC إنه frequency alternating دائماً يكون عند frequency عكس DC اللي هو 0 دائماً موجود إنما alternating يتغير with frequency أو with time أي الزمن يتغير عدنا قيمة البتيار المتناوب مثل قيمة البتيار DC إذا كنت دائماً ثابتة كل الأوقات AC waveform can be sinusoidal square or sawtooth shape أقول أنه شكل الموجة إذنة دائماً بالAC تكون sinusoidal يعني الموجة جايبية square أو sawtooth shaped مثل الأسنان المشط شكلها أو تكون دائماً irregular or complicated ممكن يكون شكلها المنتظم أو مركب معقد سنجد سنجد شيء يسمى RMS value إنه ليش نحصن من طلع RMS value since the voltage and currents are always changing we need some way of averaging out the effects نقول إنه بما أنه تضيار والفولتية دائماً إذا غيار وياً الزمن محتاج إنه نقي averaged value averaged value دائما نسميها root mean square root mean square root mean square of DC or DC values which give the same average power output نحن عدنا بالAC دائماً هو متغير نحتاج إنه نقي قيمة ثابتة قيمة DC نعرف من خلالها the averaging of their effect وتغير التيار والفولتية عدنا RMS value فها قيمة جداً مهمة معشر جداً مهم وهي قيمة DC ثابتة رقم فها قيمة doesn't what we already talked about الهويات الجذر التربيعي الاثنين روث مين سكوار وايضا عنون ادنى لل i rms current rms current of current rms value of current ادنى i marks over جذر اثنين ساعدنا التيار المتناود شون يتعامل من يمر بcapacitor شون راح يتصرف شو راح يصير الcapacitor اللي هو المتسعة قول ان اي سي ان اي سي سيركت the current can continue to flow as the plate becomes alternatively change charged positively and negatively يعني شنو plates يعني احنا ملتcapacitor عدنا two plates و و و و و و هكذا شرح نتتغيى راح نتغيى سين سين بث ac and dc circuits سين ماش نودل سوبر بوزيشن نوتن ثبنين كل هن بالدوان بالايسي او ان شاء الله ناخذها انه شون نقدر نسوي اناليسي للسيركيت الايسي سيركيت شون نسوي قبل بالكورس الاول على الديسي نتعلمها الطرق سوبر بوزيشن وغيرها والنودل وننشو الاخره من الطرق ان شاء الله ساهم نتعلمها فسنبدي بقانو نقوم قانو نقوم ها بنفسه بي سي يعني شنو بي سي والتيجة كروس شتساويني ساويني اي تيار الكلي او الكباسر تايمز اكس سي شنو اكس سي اكس سي هادة باكتنس او اكس سي اكس سي اكس سي اكس سي هادة باكتنس اكس سي نفس الشي شون ناخذ المقاومة شون انه مقدار المقاومة انه بدار رزيست باكتن سي نفس الشي la مت الترنيتن مزي كارنت باكتنس اسميين سميها رزيستر لاتنا سي كپاسطر أو L سميها أكتنس سميها أكتنس تسامل لذلك أكتنس ولكن تختار بأن تقوم بأن تختار على أكتنس 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 بس شنو تقول نفس المقاومة نفس الصرف كان ما مقاومة بس اللي يفرق عدنه إنه تعتمد على أكتنس مقاومة قبل ما تعتمد على الفريكوينسي هو يطينيها ميت أوم خمسين أوم 17 أوم تبقى ثابته قيمته الرأكتنس مال المقاومة الرأكتنس مالكباستر لا تعتمد على الفريكوينسي الفريكوينسي يتغير هي تتغير قيمة الرأكتنس مو قيمة المتسعة قيمة المتسعة ثابت يطلع عندنا ستندر وشنو يعني تعتمد على الكباستر سايز يتمد على حجم الكباستر يعني أكل صغير وأكل كبير أكل وسط أكل ضخم جدا نستخدم مثلا من المكيفات نستخدمها بالبيئة وحجم يكون كبير تستخدمها بالشاحنة أو الموبايل والموبايلات وكذا حجمها صغير بحسب قيمتها طبعا فحجم المتسعة والفريكوينسي سيغير نشيغير نغير نغير الريكتنس ما المتسعة الـ XC هو الريكتنس المزليب XC equals 1 over 2 pi F و C قيمة الفريكوينسي قيمة الفريكوينسي بلن يعتمد على الفريكوينسي يعتمد اعتماد عكسي أيضا يعتمد على قيمة المتسعة الاعتماد عكسي تناسب عكسي زيان F قياسها بين هيرتز اسفة وال C بارعا انه بال ام اوصو حسابها وقياسها اللي هي الفاراد باللي فاراد مايكرو فاراد فيكو فاراد دائما تكون قيمتها يعني مو من اجزاء من الفاراد عرفنا من قانون فيثاغ غورس مثل ما شرحناها بالكورس الاول قانون المثلثات زين هالقانون فيثاغ غورس نفسه زين ساعدنا اذا احنا عندنا اندكتر ملاف اذا عندنا ملاف اندكتر شو عرف نعمل الملف شو رح نسوي دي in AC circuit the current is always changing مثل ما نسوي ال الدكتر دا من يسخدموك M چوكر شنو يعني يخنق لنترددات العالية اللي ممكن تضر الأجهزة مالت ما يسموها چوكر اسم من الملفات يسموها چوكرة ده سامعين بيها فو بوث AC and DC circuit شو يساعدنا ذا voltage across the resistor related to the ring ستاعد القدل نهو نفس قانون قوم نفس الشي نفس العلاقة بالد exists for an inductor for an ستاعدنا for a capacitor for a capacitor for inductor سنشوفهم قانون قوم نطبق على الملف VL voltية طبعا VL نساوينا I XL C بالهيرتز F تقياسه بالهيرتز وال L تقياسه الهنري طبعا X R C XL وحثة تقياسهم Ohm Ohm نفس المقارنة نفس الشي نقدر عنحص IMPEDANCE معناها TOTAL يعني دا مثلا عندنا هذا القانون المقاومة الكلية أو يسموها IMPEDANCE تساوي تحت الجذة التربية R² plus XL² يعني شنو هاي معناها هالسيركيت متكون من R و L ما بها C بس R أو بس RL من سيريز نحن نحن Relationship نشوف شنو Phase Relationship نحن علاقتهم أنه الزوايا بين current أو الطور بين current وال voltage شنو علاقتهم In Phase Out Of Phase شنو In Phase In Phase يعني نفس الزاوية ما بكو بياناتهم فارق طور The Same Phase Out Of Phase شنو يعني بياناتهم مثلا 90 درجة 20 90 درجة وهكذا بس احنا شنو العلاقة بين شنو R و I VR و I طبعا هاي اتجاه و زاوية يعني شنو هذا Polar Form بال Polar عسمه بالجه اللي يسرع الجه الثاني عدكم عسم اللي هي Sine Wave زين بس VR هاي قيمته بالاسود وبادي من الصفر وال I همين بادي من الصفر يعني شنو VR وال I يكونون In Phase نفس الطور ما بياناتهم فرق طور نشوف فسا عندنا مثلا VR واذا عندنا وياهم VC بس VR قلنا In Phase ويا من الاسود ويا ويا فوم اللي بالاسود هي VR اللي بالاحمر شنو تارنت VC Out of Phase ما وياهم ما بادي وياهم بادي مين بادي من نا من السالب بادي اوكي اوكي فشيقول The voltage phasors are not necessarily the same size طبعا هذا مثل ما قلت لكم هذا phaser diagram او polar وياهم شرط يكون نفس size i vr و vc كل من الى قيمته فما يكون مرات يكون مرات مرات و شنو يكون بين اتهم out of phase بين vr و vc 90 درجة i بالسالب ادارة الوحدة يسموها unity circle ازين هادي vc امين تكون out of phase ويا vr ويا i ازين نستعد نشنو rlc circuit طبعا اخذنا بالكورس الاول بناء الكورس الاول ازين اذا اخذنا هم series ازين ها من عدد فيثاغورس مثل فيثاغورس نقدر نحصل على هاي العلاقة اللي نقدر شوية اللي هي z اللي impedence نقدر نحصل ها تحت الجذر التربيعي r square xl ناقصا xc ال col square نحن نحصل على الممانعة الكلية للدائرة مال اثنين مصطلح ادنا ان شاء الله ناخذ اهم اذا الله راد بنهاية الكورس اللي هو الروزينانس نستخدم بالفلاتر بالفلترز الروزينانس شون كأنما عندنا ريديو ستيشن نحن مثلا محطة نسحب نسمعها دائما دائما نحن نحن التردد اللي هم يقولون عليها الروزينانس الروزينانس تردد تردد الرانيين تردد معين ممكن نحصل عليها من في حالة إنه XL XL تسوي XC فقط وهذا القانون مالت ه نحن نعوض 2π F O اللي هو F O يسموه هذا رزينانس فريقونس زين نساوي هذا طبعا الطرفين في الوسط هذا 4π نضرب π سكوير طبعا LC F سكوير طبعا من نضرب هن حصل طرب الطرفين بالوسط ناخذ الجذر التربيعي للطرفين هذا 4π تطلع 2π للجذر التربيعي LC تضل تحت الجذر وهذا هو قانون الرانيين وهذا الفيزر دياغرام مالي أو الشيب مالي VR VC تساويات بالمغنط بس ستل إنهما out of phase وي الVR and thank you very much ترجمة نانسي قنقر